من القاهرة لدهب أكتر من 12 ساعة في الطريق وبرغم الإرهاق والتاعة كانت رحلة جميلة انبسطت فيها جدا وحسيت أبدئ فرقت معي عشان كنت محتاجة فعلا أسافر وأفصل شوية وغير جو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الحاجات اللي عملتها هناك كانت أول مرة أجربها زي السنورتينج وبصراحة فشلت فيه فشل زريع لأني خفت جدا من منظر البحر وعمقه وأنا كمان سبعرة فعولة يعني بجد حقيقة حسيتني أنها حاجة تخضة قوي بس المرة الجاية هحاول وتشجع أكتر وكمل التجربة الأخيرة في دهب كل حاجة كانت ملهمة منظر السماء والبحر والجبال وحتى شكل الناس هناك الجو كمان كان معتدل أغلب الوقت أنا توقعت أنه هيبقى برده أكتر من كده بالزيت بالليل وأخدت معي هدوم شتوي كتيرة بس ما لبستهاش لأن الجو كان دافي الزمان حبيت قوي كمان السوق أو المشاية كان فيه حاجات كتيرة قوي مميزة والوقت هناك بيعدي بسرعة وبرغم التعب ما كنتش عايزة أبطل تمشية هناك كمان الكافيهات اللي هناك كلها قعدتها حلوة قوي والأحنى منها كلها على البحر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الحاجات اللي كان نفسي ركز فيها قوي هي أني أرسم كتير وعملت حسابي أني أنا كمان أرسم سكيتشات بس بصراحة ما عرفتش لأني كنت بنزل من سبعة الصفح أفطر وأجهز وبنبدأ جدوى للرحلة على طول وكمان كنت برجع بالليل متأخر جدا ومرهقة ومش أدرى أعمل حاجة وبرغم أني كنت باخد الأدوات معايا وأنا خارجة بس حتى بين كل ومكان والتاني ما كنتش بالحق خالص إن أنا أطلع الورقة أو القلم ورسم أي حاجة هوريكم الأدوات اللي أنا أخدتها معايا وكنت بصراحة بحاول أخفف الشيلة على قد مقدر وأخدت الضروري بس أخدت ده سكيتش بوك وسط كنت حط فيه كمان ورق للألوان المائية بمأساة مختلفة والإقلام أخدت إقلام حبر وقلم جل أبيض عشان الألوان المائية وقلم رصوص الألوان المائية بحس إنها أكتر حاجة مناسبة لجو السفر لأنها بتنشف بسرعة وبتبقى ملمومة كده في علبة واحدة أنا عملت بقى حركة صائعة جدا علشان أعرف أخد الفرشة الكبيرة دي معي فكتها من الجزء الخشب بتاعها ودخلتها في الألم الرصاص من ورق وبعدين لقيت إن هي ستة مش محتاجة إن أنا لزقها ولا حاجة وحسيت كده إنها حاجة عملية قوي إن الألم والفرشة يبقوا مع بعض الفرشة التانية اللي معايا هي الصغيرة دي وهي أصلا جاية في علبة الألوان وكمان السفنجة دي برضو في علبة الألوان وطبعاً الألوان المائية محتاجة مية فأنا حطيت المية في العلبة دي كنت واخدها من فندق قبل كده من زمان وعشان أنا بحب طبعاً أجمع حاجات غريبة كده بحس إنها أحتاجها في وقت مية المهم إن هي خفيفة وحسيت إن هي هتشيل كمية مية مية مناسبة للسفر والتنقلة برضو كنت واخدها معايا نوت بوك صغير عشان لو عايزك تفي أي حاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اخر يوم هو اللي عرفت ارسم فيه صحيت بدري ونزلت قعدت على الزرع الجميل ده قريب من البحث قلت هرسم اي حاجة قدامي فرسلت البورنيتا بتاعتي وكمان كان فيه عمود نور كده شكله عجبني فرسلت اشتركوا في القناة وبما ان طريقي العودة من دهب للقاهرة طويل قلت ان انا هجرب ارسم في الباص الموضوع كان صعب بصراحة عشان الباص بيتهزل كتير وكمان المكان صغير وصعب احط فيه كل الحاجة وارسم برحت بس نوعا ما اعرفت اعمل كده ورسمت رسمتين صغيرين دي كانت رحلتي لدهب يارب تكون استمتعته واخدته طاقة ايجابية زي كده لو عايزين تشوفوا فيلوكز اكتر اكتبولي في الكومنتز ولو دي اول مرة تشوفوا فيديو على المرسم وعجبكم اعملوا سبسكرايب وكمان فعلوا التنبيهات عشان تشوفوا الفيديوهات اول ما تنزل شكرا جدا لمتابعتكم وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال